أكد وزير الموارد المائية ورأي محمد عبدالعاط أهمية إبراز ملف المياه والتغيرات المناخية خلال كافة الفعليات الدولية حتى إنعقاد القمة العالمية للمناخ كوب 27 في نوفمبر المقبل جاء ذلك خلال ترأس وزير الرأي للاكتماع الأول لجنة التوجهية لتنظيم الجناح الدولي للمياه والمقرر عقده ضمن برنامج رئاسة مؤتمر المناخ القادم كوب 27 حيث عقد الاجتماع افتراضيا بتقنية الفيديو كونفرنس وأوضح وزير الرأي أنه يتم الإعداد لإطلاق مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية بالتعاون مع عدد من المنظمات وشركاء التنمية